استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليم اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحضور أعضاء المجلس عيد روس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي وفرج البحسني وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسمو الأمير خالد وهنأه أعضاء المجلس بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع متمنين للحكومة السعودية الجديدة برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كل النجاح في خدمة بلدها وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والمواقف السعودية الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المراحل كما جدد الثناء على جهود المؤسسات والهيئات السعودية وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من ألغام الميليشي الحوثية الإرهابية الإيرانية وتطرق اللقاء إلى مسجدات الوضع اليمني والإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في المجالات الاقتصادية والخدمية والدعم المطلوب للمضي قدما في هذه الإصلاحات كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول مسار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع إبريل الماضي وفرص تجديدها في ظل استمرار خروقات ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتنصولها عن التزاماتها بمجرد الإعلان الأممي واتفاق ستوك هولم وفي اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس العليمي وأعضاء المجلس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأكد سمو الأمير خالد في السياق التزام المملكة العربية السعودية بدعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد الجابر ترجمة نانسي قنقر